إلى جانب وضعية الوباء المنتشر تعاني الصين من مشاكل عدة فالكوارث الطبيعية والحروب التجارية تسببت من دون أدنى شك في نقص الغذاء وفتح باب أزمة جديدة للبلد لم تعيشها منذ سنوات طويلة القضية بالنسبة للصين كانت أن الفيضانات شديدة للغاية إنها الأسوأ منذ تسعينات القرن الماضي ويمثل حوض نهر ياجينتسي وروافد نحو 70% من إنتاج الأرز في الصين الحكومة الصينية قادرة الآن على استخدام احتياتها الاستراتيجي من الغذاء وإحداث فرق لكنها مارست ضغوطا على صور الأمن الغذائي الصيني بين الجفاف الذي شهدته البلاد في فصل الصيف وحم الخنازير التي تسببت في موتي نسبة كبيرة منهم هناك عامل إضافي كانت له حيثة الأسد في تدهول الأوضاع في الصين الفيضانات التي اشتاحت بعض المناطق متسببة في ضرب موجع للاقتصاد والغذاء في بلد يعتبر الأكثر اقتضاضا في العالم فكيف ستتعامل الصين مع هذه الأزمات المتتالية؟ أسار تيفون الموسم ضرب شمال شرق البلاد بشدة أكبر من المواسم السابقة وأثرت هما الخنازير الأفريقية على أعداد الخنازير وكان هناك جفاف في الصيف في جزء الشمالي من البلاد وتأثرت الإمدادات الغذائية بسبب الجراد بالتأكيد إن الفيضانات في نهر ياجينتسي هي العامل الأكبر والأكثر أهمية لكن العوامل الأخرى تؤثر أيضا على الغذاء وعلى الطلب والأسعار والتدخم أيضا إلى أنه من الآن فصاعدا أعتقد أنه سيتعير مراقبة الحجم وكذلك حيث العرض المحلي في الصين من حيث قدرتها على التعامل مع احتياجات السكان يصعب على الصين الخروج بسهولة من هذه الأزمة الغذائية إلا بالتعاون مع الدول على عداء معها فالاضطراب المرتبط بالوباء زادت طين بيلا خصوصا مع أستراليا التي طالبت الصين بإجراء تحقيق حول الوباء وإلقاء نظرة على التأثير الصيني في الجامعات والشركات والحكومة وكذلك دعم أستراليا للحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ إنها إشكالية كبيرة بالنسبة لأستراليا لكنها في النهاية مشكلة بالنسبة للصين أيضا تعتبر أستراليا رابع أكبر مصدرا للأغذية المستوردة للصين وبسبب الصين بات من الصعب على الأستراليين تصدير لحوم البقر والشعير والنبيذ الصين غاضبة من الأستراليين لأنهم يريدون إجراء تحقيق يتعلق ببدايات كوفيد-19 العامل الثاني هو أنه كانت هناك جهود من قبل الحكومة الأسترالية لأخذ خطوة جدية بخصوص التأثير الصيني في الجامعات والشركات الحكومية الجانب الآخر هو أن أستراليا دعمت الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ وحقوق الإنسان في بكين والصين لا تتقبل الانتقاد في ظل كل هذه الخلافات على مختلف الأصعد بين البلدين من هو الخاسر الأكبر وإلى متى تستطيع الصين الصمود أعتقد أن كل البلدين خاسران في هذا لكنني أعتقد أنه إذا كانت الصين تفكر في أمنها الخذائي على المدى الطويل وكانت قدرتها على إطعام سكانها موضع تساؤل فربما تكون لديها علاقات أفضل مع أستراليا اضطرت الصين ولتلبية حاجيات سكانها الأساسية لاستيراد حوالي 74.51 مليون طن من الحبوب الغذائية في العام الحالي وهو يمثل زيادة مذهلة بنسبة 22.7% في واردات الحبوب الغذائية عن العام الماضي نحن نرى أن الصين كانت ناشطة للغاية فيما يتعلق بشراء الدراء والقمح في الأسواق الدولية حيث أن هناك حاجة للحبوب الأساسية في الصين لقد رأينا بالفعل انخفاضاً في واردات الأرز هل نرى الصين تدخل السوق وتشتري أرزاً من دول أخرى؟ لتهديئة الشعب الصيني ولمحاولة السيطرة على الأوضاع وتهيئتهم لظروف صعبة أطلق شي جين بينغ حملة الأطباق النظيفة لعدم إهدار الطعام فكيف سيتعامل الحزب الشيوع الصيني مع ضيق الغذاء والطراب علاقاته الدولية وتلبية حاجية شعبه الأساسية؟ وفي هذا الصدد يتعين على شي جين بينغ التأكد من وجود طعام كاف لتقديمه للناس لا يجوز للناس في الصين الخروج والتظاهر ضد الحقوق الديمقراطية أو الحريات المدنية لكن هناك شيئاً واحداً يهتمون به وهما إذا كان الطعام الذي يوصلهم يكفيهم أم لا لذا فإن حملة الأطباق النظيفة تتلخص حقاً في تأهيل السكان نفسياً للمضي قدماً قد يكون هناك بعض الندرة في الطعام وعلينا الانتباه لذلك ولكي تحافظ الحكومة على شرائتها فهذا الموضوع جزء مما وعد به الحزب الشيوعي الصيني شعبه المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة